الله قالوا وَصَحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا معروفة ما قال شاكلهم داني جاء كفار ما بالك بالمسلمين إذا كفار قالوا وَصَحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا معروف في أمر الدنيا عاملوا معاملة خير جيب للي بريك أمشي فور لي اللبن جيبه خدته له جنب السرير جيب له الشاي جيب له الجبنة عاملوا كويس عصر ليكوا رعينه تقطق لي دهره بعد ذا لو قلت لدي صاحب يقبل ده غلط بيقبل انت شغال الله أنا عم عليك بقروش بوظيفة تعال اديه واربط له مرتب كل مرة تعال اديه كل مرة اديه شوف بيقبله ولا ما بيقبل انا بتحداك عديد ادي المال ده شبت قال إنما سمي مال ليه عنه يميله بالرجال إما للحقوة إما للباطل ادي قروش واحد تلقى جيبه ملاء تلقى ديكتور عديد وابوه تلقى مفلس عرائيه مشرط ما يدي ولا ملين اقول له اخده لما فيهم خير ما يقبله الدعوة انت ما اديته الخير اديه ادي حاجة شب عداك الضحكات شب يضحك ولا يضحك واريب عداك وليه ده صاحب وده غلط وده حرام وده شيرك وده بدع وده سنة بيقبل والله والله بيقبل المعاملة السمحة للوالدين طيبة يا جماعة هو غير الوالد المعاملة للناس سمحة مدعاة لقبول الحق قالوا زمان في واحد لما بدوا الدعوة زمان بيعامل الناس معاملة كويسة في المسجد وفي الحلة ولو في حاجة بساهم دار اشتروا باريك دار ايخ صلحوا الماسورة في الجامعة في الدفع فيوم قام اتكلم بالتوحيد قاموا الصوفية قاموا عليه دار ادقه فقام واحد من العوام دي اللي هو بيحسن لهم وقب قدام زول ضخم يده قدر ده قال لهم الراجل يصلوا قال ليه حاج فلان ده قال ما في أولية قال له ما في أنبيزات وقدر للراجل يصل وده كفر طبعا لكن ايش جنو يعني المعاملة الطيبة بتخليك تجذب جنو تجذب الناس فالزول يعامل والدين وعبوهم ومعاملة شنو جماعة طيبة اشاكده ربنا اشار المعاملة الطيبة دي قال وصاحب ما في الدنيا معروف في الدنيا ده بعد ما قال كفر عديد اشركوا بالله اشاكده قال في الدنيا يعني في امور شنو الدنيا لأنهم مردين انت بتكون من جوة قلبك مبغض المشرك حتى لو كان أبوك حتى لو كان أمك ما بتحبهم ربنا قال لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيّدهم بروح منهم لكن في معاملة الدنيا دعموا المعاملة شنو صاحب ما في الدنيا وصاحب ما في الدنيا معروف وربنا قال واخفض اللهم جنح الذل من الرحمة يختر حمم يا أخ ترجمة نانسي قنقر